بعد كل الرسائل والتعليقات اللي جات لنا على صفحيتي اللي اسمها مونع رائي بالعربي وبالانجليزي قررنا في البداية نتأكد من ساحة المعلومات دي روحنا ندور على أسر الشباب اللي جات لنا وقالولنا ان هما فقدوا حياتهم بعد ليلة واحدة قضوها بعد ليلة واحدة قضوها داخل إحدى مساحات الإدمان اللي تحت السلم بعد ما شحنون بطريقة غير أدمية خدنا كاميراتنا وطلعنا على اسماعليا هناك كانت قصة فاروق اللي أهل اكتشفوا انه بيشرب حشيش ناس أقنعوهم يشحنوا بالعافية مع أولادهم اللي جاية العربية بالمرة تاخدوا مقابل ألف جنيه قالوا ماشي من حبهم كانوا عايزينوا يبطط ويتعالج بعد ليلة واحدة استلموا جثة ميت من كتر الضرب والتعزيب دي تفاصيل قصة فاروق هما كانوا جايين بعربية أولا مش مكتوب عليها أصلا اسمي مركز ولا أي حاجة كانوا جايين بعربية اللي هي عاملة زي السوزوكي دي لونها رمودي الجامع ومتفيامه وجاي فيها كذا واحد كذا واحد والأول ما نزلوا نزلوا كل واحد معاش ومو بتاعه فاروق هشام برضو كتفوا وربطوا من ساعة ما عملين نسألهم احنا راحين معكم فين راحين معكم فين بندري ما تتكلمش ما تتكلمش هتعرف انت راح فين وحنا هما أصلا أخدوهم طارو اختفوا ملقناش ريهم أي أثر بقى موشتا داي كلمنا ولينا بعيدوا عن طريق العربية خالص عشان خاطر الكمين والكلام دوت فضلنا مشين وراهم فلما لقيننا الزن في الاتصال كتير رحت أنا قلت للسوائي انت ممكن تعدي العربية بحيث ان احنا نسبقهم على هناك بحيث ان هما لما يجوا ينزلوا نشوفهم يعني هما داخلين وكذا قابلنا اللي هو رئيس المصحة مركز لعلاج النفسي والإدمان دخلنا قعدنا معاه طبعا هو قال لي ان هما مش هيمشوا من هنا لمدة 15 يوم ان هما هيبقوا قاعدين في قوضة مكيفة فيها تليفزلون فيها حمامهم خاص الفيلا دي حضرتك ولا فيها سرير ولا فيها حاجة أرض في الفيلا هي سيراميك بس والحديد نفسه بتاع الفيلا من القهر عزلونا عن بعض في طرقة كبيرة فاروق قاعد في حتة ومحمود رجاء قاعد في حتة وانا قاعدت في حتة بس احنا شايفين بعضين انا وديته يوم الجمعة بالليل علبال اصلا ما هو وصل هناك تساعة حدوشر يوم السبت ساعة اثنين بعتلي الصورة بتاعته يوم الحد الساعة تسعة الصبح لقيته بتصل باقي بيقول لي هوا مين؟ مات ازاي يعني؟ تنسى يوم الجمعة؟ مات لحد الصبح؟ قال لي اصلا هو ما قادرش يتحمل طرد السموم من جسمه كان هيئزي نفسه فاحنا طلعنا كتفنا خمس دقايق وبعد ما فكناه وكده الخمس دقايق لجاية ما هيدي فضل يرزع دماغه في الحيط يرزع دماغه في الحيط لجاية ما القناة واقع متوفي في الحمام حاولي هكثة محمود هيا يا ماما أنا أخت فاروق ها يا ماما انت مش ع Control لي قبل ما تاخد أي قرار معي هتتصل حضرتك تقول لي؟ أنا اتصلتت بحضرتك وديلك 해�بتصل علي ماش اتصلت بي لما مات؟ احددك هوما ما كلمتكي بالساعة اثنين بالليل وهو كان ساعدACE نك أرتك ما كلمت ليش بالساعة اثنين بالليل حضرتك كلمتين الساعة 9 صبح قولتلي اني هو تلي اثنما كان الوقت متأخر وكشفت أكلمك بالليل طيب تعبيني اتصل بي أقولي كم تطلعوا حصل اليوم ده بالليل فاروق النايم قايم بيولع سجارة النبطش بتاع العنبر ده شاتم بم قالوا لي الشيتيمة وبتاع أنا سحيط يتمسكوا فينا دربونا دربوني أنا ودوني البرشام وقالوني أنت ما تتحركش مني طيب انتوا فين؟ هنقول لكم مشاشفة؟ طيب تعاخدوا الجسة منينا؟ طيب هنزان نسلم الجسة منكم هنسلموا فين؟ هدا عنده عند الكارتة لقوا مرمي طبعا عند سحر وجمال ورميين جنبه وعزيز معرفش إيه وحوان إيه أو الله وملفوف في البطانية ومرمي المح بعنينا لأن فاروق مرمي على الأرض على الأرض متغطي البطانية متغطي البطانية ومرمي يا رجليا حافي وملفينه في البطانية وشه بس اللي باين لما جوم يعدوا بيه من الكمين بتاع الكارتة مردوش يعدوه قالوا له انت دا دي لازم تعمل إثبات حالة لأنه هو جاي سنته مكسورة وشه مزرق جسمه كله مزرق ادي ورجلي متدبحين ما صحيحة ايدي الوادي اللي معنا قالوا مش هشيله نحن نلف ونبلغ النقطة بتاع الكارتة صاحبه بيقوله ان هو كان بيصرخ بيقوله انكذوني الحقوني أنا بموت بيدربوه بيقولهم أنا بموت ما كانش فيه رحمة خلص اطلاقا ضربينه من الساعة اثنين بالليل لغاية تصع الصبح بيدربو فيه واحد متكتف من عندي يده كده مقفزينه بالإفزان البلاستيك ان القفيز بيتشد ما بيرجعش تاني ده طبعا ضرب في اللحم غرس في اللحم معنى كده ان هو مكتف بقاله أكثر من 24 ساعة كانوا مكتفينه بإفزان وحطين في جسمه كده حتة حديدة كان عاملينه شنطة مكتفينه شنطة وعملين حديدة في وسطه كان عمالي يتنجح في حد يحوش عليه واحنا ما عرفناش نعمله حاجة ورجليه زي ما كنا ندابس قسورة الدم ضرب فيها وعنده هنا السنتين دول زي ما تقولي ايه لازقينهم موسيقى 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 جيه اول بقى مرة السيخ لما عمل كده اتفك بعديها بعشر دقائد المرة التانية بتاعت مكوى امضربه راح ضربه على وصه لحت ما السنة بتاعته راح الطايرة جات المرة التانية لما راح مقع مكوى في الارض راح جاي كلابيز وعرف راح طالع ازاي عامل كده مع مكوى وراح طالع ضرب الواد الواد قاعد يستن طبعا وراح طالعين بقى مكتفين واده رجله مكتفين وشمتة وعده بيدربه في سعيد الهواء وابراهيم بخ يقوم بيساعده وكان معهم طالع بيزو ومكوى والشيخ نزل بعديها بقى تحت اده بكمه صحوه لما لقوا الواد خلاص بقى ان هو ايه مات ومكوى هو الواد واع في الارض مكوى راح موضي عليه وراح جايبه من رقابته في ايه الخامس اشتركوا في القناة